السلام عليكم تلاميذ الصف الخامس ان شاء الله تكونون بخير اليوم احنكمل مراجعة الفصل الثالث الدرس الثالث عدنا ضرب عدد من ثلاثة مراتب في عدد من مرتبتين عدنا وحيجينا ضرب عدد من ثلاثة مراتب في عدد من مرتبتين قلنا لازم نبدأ دائما بالاحد احن نبدأ بمرتبة الاحد نضربه في الثلاثة اعداد ثم بعدين نيجي على العشرات نضربه ايضا في الثلاثة اعداد اللي عدنا احن نبدأ بالستة الستة في اثنان اثنى عشر اثنان ويعادة تسمية للواحد نرجع نجي ستة في خمسة ثلاثون زائدا واحد واحد وثلاثون اكتب واحد ويعادة تسمية للثلاثة ستة في واحد ستة زائدا ثلاثة تسعة هسا انتهينا من الستة ضربناها في الثلاثة اعداد هسا نجي على مرتبة العشرات من نصى المرتبة العشرات قلنا ننزل للأسفل ونضع صفر في مرتبة الاحد واضح ما ننسى هذا الصفر فنجي نضرب هسا العشرات اللي هي الثلاثة نضربها ايضا فيها الثلاثة ارقام ثلاثة في اثنان ستة نحن اكتبها تحت الواحد ثلاثة في خمسة خمسة عشر اكتب خمسة ويعادة تسمية للواحد ثلاثة في واحد ثلاثة زائدا واحد أربع هسا نجمع العملية جمع نجمع الاحاد اثنان زائدا صفر اثنان واحد زائدا ستة سبعة تسعة زائدا خمسة أربعة عشر أربعة وإعادة تسمية للواحد واحد زايدا أربعة خمسة واضح أنها تشطلع عنا نضع فارزة خمسة آلاف واربعمائة واثنان وسبعون واضح جميع الأسئلة بنفس الطريقة نحن نحلم عدنا هوني فقرت أفكر السؤال الأول قنام فقرت أفكر داخل عدنا هذا السؤال مهم قلنا نجد العدد المفقود في المربع نلاحظ أنه ضرب عدد من ثلاثة مراتب في عدد من مرتبتين وعدنا عدد مفقودة ما رأسا نجي على العدد المفقود لازم نضرب من البداية نبدأ الضرب من البداية وكأنه جميع العدد ما موجوده حتى نوجد العدد المفقود مثلا عدنا هوني نبدأ أربعة في اثنان ثمانية أربعة في خمسة عشرون صفر عدد تسمية للاثنان أربعة في أربعة ستة عشر زايدا اثنان ثمانية عشر واضح نرجع نجي نضع هوني قنام النص المرتبة العشرات نضع الصفر واضح هذه اوجدنا رقمين نرجع نجي أربعة في واحد في اثنان اثنان واحد في خمسة خمسة واحد في أربعة أربعة آخر شيء قلنا عدنا عمليات الجمع ثمانية زايدا صفر ثمانية صفر زايدا اثنان اثنان ثمانية زايدا خمسة عدنا ثمانية زايدا خمسة ثلاثة عشر نكتب ثلاثة وعادة التسمية للواحد واحد زايدا واحد اثنان زايدا اربعة ستة واضح عشان خلينا العدد المفقود تراجعون هذا الموضوع محلول اتكم داخل الدفتر